السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشلوكم شواف شخباركم وياكم وليد وفيديو جديد خمس أخطاء في التداول يقع فيها المبتدئين في بداية مسيرتهم في كل مجال عندما تريد أن تبدأ فيه يجب عليك أن تتعلم يجب عليك أن تأخذ دروس وكورسات في هذا المجال كي تتقن هذا المجال لكن في مجال التداول يجب عليك أن تأخذ أكثر من مصدر الكورس وتقرأ أكثر من كتاب وتعرف أكثر من معلومة وتعمل على حسابك التجريبي لمدة لا تقل عن سنة كاملة وبعدها أنت من يقرر هل ستدخل في أموالك الحقيقية أو أنك ستستمر في التعلم إلى حين أن تضبط المجال وتكون من المتداولين الكبار الخطأ الأول هو عدم وجود دراية كافية في المجال أو هو عدم دراسة المجال بشكل صحيح فهو يأتي ويأخذ استراتيجية معينة ويتقن هذه الاستراتيجية ويذهب إلى السوق ويتداول في حسابه الحقيقي وبالتالي فإنها ستضبط معه في المرة الأولى والثانية وفي الثالثة ستعكس عليه لأنه لا يعرف كيفية عمل أسواق المال الحل هو متابعة كورسفات والتعلم من الآخرين والعمل على الحساب التجريبي لمدة لا تقل عن سنة كاملة الخطأ الثاني هو عدم وجود إدارة مالية صارمة يعني أنه ما يعرف كيفية إدارة رأس المال الذي لديه فمثلاً لديه 10 دولار يتداول في 5 دولار فهذا يعتبر رزق عالي جداً بالنسبة لرأس المال الذي لديه يجب أن تكون لديه إدارة مالية صارمة فهو يعرف متى أوقات التداول ومتى يدخل الصفقات في السوق السيء والسوق الجيد وتحديد تيك بروفت يومي وتحديد ستوب لوس يومي الحل لهذا الخطأ هو عمل إدارة مالية هو عمل إدارة مالية حسب رأس المال الذي يملكه ومن لا يعرف كيفية عمل إدارة مالية يوجد أخصائيين في مجال التداول يمكنهم عمل إدارة رأس المال بالنسبة إليه ثالثاً الجشع الجشع يصيب الكثير من الناس وخصوصاً وخصوصاً المبتدئين فهم عندما يكسبون في الصفقة الأولى والصفقة الثانية والصفقة الثالثة يحاول أن يريد كسب المزيد من الأموال لكنه لا يدري أنه يسبح عكس التيار وأسواق المال لا ترحم أحد أبداً فأنت ستخسر رأس مالك إذا استمرت في الجشع يجب السيطرة على نفسك وإدارة رأس مال جيدة تأخذ تيك بروفت وتغلق السوق وتذهب لأنك لو استمرت في التداول ستخسر الذي ربحته وتخسر رأس مالك بالكامل الخطأ الرابع العامل النفسي الكثير من المتداولين في البداية عندما يأتون يتجاهلون العامل النفسي لهم فهم يأتون في أي وقت في أي وقت وفي أي زمن يفتحون الشارت ويتداولون لكن هذا الشيء خطأ 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 يجب أن تكون مرتاح والبال صافي ولا يمكنك التداول وأنت مشتت الأفكار لأنك يجب أن تحدد ترنت ومقاومة ودعمها على أفريمات متعددة بالنسبة للفوركس وعلى أفريم أو أفريمين بالنسبة للخيارات الثنائية الخطأ الخامس والخطأ الأكثر الأكثر وروداً في عالم التداول الخطأ الخامس وهو التوصيات التوصيات هي أكبر خطأ بالنسبة للمتدئين فهم يعتمدون على غيرهم في إدارة رأس مالهم فمثلاً لو قال لك أدخل شراء وأنت دخلت شراء وخسرت ستخسر أنت من مالك لا يخسر هو من ماله فأنت مجرد أنه أنت أعطيت واشتركت معه واشتراك في آي بي وبعدها عندما أعطاك الصفقة خسر وأنت خسرت رأس مالك هنا وهنا الخطأ الأكبر هو الاعتماد على تغير في التوصيات لأنه لا يعرف من أين أتيت أنت بالمال فقد تكون أنت قد تعبت في جني المال وجمع المال ومن ثم أنت تخسرهم فيه تداول نتيجة الصفقة خطأ أعطاك ياهو هو ليس بسبب منه ولكن السوق قد عكس هذه الصفقة أو انعكست عليه الصفقة وأنت بالتالي خسرت فيجب أن تتعلم وأنت من يدير رأس مالك لا تدع أحداً يدير رأس مالك إلى هنا انتهى الدرس يا شباب أتمنى أنني أفدتكم في هذه المعلومات لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة في أمان الله